اولا اكتشاف واختراع الالم الرصاص مش هتتخيلو ولا تتصورو قعد خمسميت عام شايفين مدة كبيرة قد ايه؟ خمسميت عام اه ايه ده الناس دي كانت واخدأ اجازة بقى وفاضية للقرم الرصاص انا اعدلو بقى ايه ده مشكلة يا لوم هشوخدأ جازة هو باكت شغلته اكتشاف الالم الرصاص اصلا يا لوم لا اه الموضوع جه صدفة هم عندهم اكتشافات تانية كتير وعندهم حاجات كتير لكن الموضوع ما كانش سهل زي ما انتم متصورين استمر اكتشافهم سميت عام ليه؟ لانه ابتدى الامر الاول في ريف شمال انجلترا تمام؟ وبعد كده في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان الالم الرصاص عبارة عن قلم رفيع قوي كده ومن غير خشب كانوا بيستخدموه من غير الخشب من غير خشب في البرد ده؟ اه وكان وقتها الفنانين بيستخدموه في الغالب يعني الفنانين هم اللي بيستخدموا الالم الرصاص الروفيع ده اللي من غير خشب عشان يرسموا بيه ويعملوا بيه لوحات وصور وحاجات جميلة وكلمة رصاص دي حد يعرف اصلها ايه؟ اصل الكلمة دي ايه؟ انا هقول لكم اصل الكلمة ايه؟ هقول لكم يا اصدقاء قلتك بتديني المعلومات؟ ده انت لسه انت لسه شفت حاجة؟ ده فيه معلومات كتير حلوة قوي عن قلم الرصاص هتعجبكوا قوي؟ احنا من انبسط ما احنا معاه اهم حاجة انك تنبسط يا لومة ومش بحب المعلومات الغلط اه صح كده لازم نعرف المعلومة الصح كلمة رصاص كلمة لاتينية معناها الزيل الصغير الزيل الصغير؟ ايوا الزيل الصغير تمام؟ ده في اللاتيني في اللغة اللاتينية لكن في اللغة اليونانية حد يعرف اسمها ايه؟ حد يعرف اصدقائنا اسمها ايه؟ اسمت قلم رصاص ايه في اللغة اليونانية؟ يعني أقول لا أتنعاز أخش الحمام وده وقته برضو في اللغة اليونانية معناها الكتابة يبقى معنى قلم الرصاص في اللغة اليونانية إيه؟ الكتابة برافو في اللاتينية الزيل الصغير جم بعد كده بقى في القرن الستاشر حصل إيه؟ إيه أنا حقولكم مع أصدقائنا حصل إيه؟ حصل إيه يا أصدقائنا يا حلوين؟ إيه؟ كي شجرة كبيرة وقعت الشجرة دي لما وقعت لقوا تحديها تحتيها طبقة صخرية نارية عبارة عن عروق كده شكلها معداني من ال من ال من ال من ال هم أفتكروها الرصاص الأول لكن هي الحقيقة مش رصاص هي الحقيقة إيه؟ إيه؟ هي من مادة الجرافيت والكربون النقي ومع الآن إيه؟ هم بقى ساعتها خدوها واستخدموها إيه؟ في الكتابة وليقوها أفضل من الرصاص نفسه شفتوا بقى وبعد كده سموه إيه لما راحوا بقى في إنجلترا سموه إيه لقوا الجرافت ده كان لونه غامق وإسود فسموه إيه سموه الرصاص الإسود سموه الرصاص الإسود عشان كان لونه غامق وإسود خلاص تمام بعد كده بقى حصل تطورات بقى للألم الرصاص تمام وبدأوا بقى يحطوه في عسيان والعسيان دي يلفوها بورق أو خيط وبدأوا يبعوها في الأسواء وفي الشوارع للناس والأداد يسموها بالألم الرصاص